اديني يا عسين شوية سرط ابن عنب ايه حقق حقق يبني شوية كواسين سرعة ايه كل سنة وانتوا طيبين وبنسبة حلول شهر رمضان المبارك الصيام السنة دي هيكون حوالي 16 ساعة فربنا تقبل منا ومنكم عشان كده موضاننا نرد عن وجبة الصحور ولانها تعتبر من اهم الوجبات لانها بتحافظ على طاقة الجسد طول ساعات الصيام لازم نعرف ايه هي اهم الاطعمة اللي ضروري تكون موجودة على صفرة الصحور من اهم الاطعمة هي اللي بتحتوي على مصدر غني للبروتين وده لانها بتحتاج وقت اطول للهضم وبتزيد احساس الشبعة زي الفول والعس والبيض كمان الخضار والفكهة ولانها تعتبر من الالياف واللي بتحتوي على نسبة كبيرة من المية والفيتامينات والمعادن المفيدة فبيقلله احساس العطش وبيده احساس بالشبعة كمان مشرقات اللبن قللة الدسم زي الجبنة والزباد بس انا عايز ان اتبع على حاجتين اول حاجة بلاش شاي وقهوة مع الصحور علشان فيهم مادة القفاين واللي بتخلي الجسم يفقد كمية كبيرة من المية وبعدين يجيلك الاحساس بالعطش لكن ممكن تبدالهم بشرب الينصون والقرفة والنعناع الحاجة التانية هي بلاش عصير وقنافة وغيرها من الحلويات لانها من الكربوهيدرات البسيطة وسرية الهضم واتخليك تجوع بسرعة طبعا بقولك الكلام ده ليه علشان وجبة الصحور هي اللي بتحافظ على انشاطك طول فترة السيام فالنسيانة او اهمالها ممكن يتعبك واللي ممكن تسببلك من شوية اعراض بسيطة زي انك مسدع وهمدان واللي ممكن توصل لغيبوبة انخفاض السكر واللي نتكلم عنها في حلقات جاية ان شاء الله واخيرا الصحور صنع عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تسحروا فان في الصحور وبركة وكده وصلنا لنهايات الحلقة يا رب تكون الحلقة عجبتكم استنونا في حلقات جاية كتيرة ان شاء الله كل سنة وكلنا طيبين سلام وفي النهاية لو حابب تسمع النتاني يريد دلوقتي تنزل تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد اول بول وتابعوني على صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي روابط في صندوق الوصف تحت اهم من ده كله بقى انك ترجع تشوف الفيديوهات اللي فاتت وبس كده شكرا سلام